نحن نتحدث عن البروستس باث فور بوث heat of formation and heat of reaction ايش الفرق ما بينهم احنا لا ننسى ان الدلتأش ايش اللي يهمني انا يهمني الرياكتنت البرودكت مظبوط الباث اللي ناخده مش مهم ففي الهيت اوف رياكتشن مثل what did we do we take the reactant عندنا التمبرتر حق الرياكتنت we will take it الى الرياكتنت عند 25 we will do الرياكتشن عند 25 ليش لانا الهيت اوف رياكتشن عادة عند الستاندار عند 25 اوكي وبعدها من رفعه الى البرودكت عند التى اوت هادي الهيت اوف رياكتشن مثل الهيت اوف رياكتشن مثل we will take الرياكتنت عند التمبرتر حقات التى ان منروح الى الامنتل يعني لاحظ احنا اخدنا الريفرنس ايش هو إليمنتل عند 25 وبعدين نتحرك منها إلى T out فهنا في Heat of reaction method Bring the reactant from their inlet condition to their reference state عند 25 وCalculate delta H Carry reaction عند 25 وCalculate delta H ومنها طلعت هنا لانسا الزيتة delta H وهذا اللي قلت لكم جدا 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 مهم أني أعرف شلون أحسبها في أي مرة أستخدم طريقة Heat of reaction method وبعدين Bring the product from their reference state عند 25 إلى outlet temperature وإجمع ال-entral piece هذا اختصار إلى الهلبساشين اللي فاتوا Heat of formation method What are we gonna do? We will bring the reactant from their inlet condition إلى their constituent element عند 25 وTaking the element to the product at their outlet state Directly وي سم ال-entral piece خلشوف مثال وي نشرح فيه أكثر يقول لي Energy balance About an ammonia oxidizer 100 mol NH3 per second and 200 mol O2 per second at 25 degrees are fed into a reactor in which the ammonia is completely consumed لاحظ ال-ammonia total consumption of ammonia the product gas emerges at 300 degrees centigrade يعني درجة الحرارة اللي طالعة الأشياء ال-product طالعة عن 300 calculate the rate at which heat must be transferred to or from the reactor يعني يبغيك تحسب Q بس ما قال لك هو Q removed or added فيقول لك تحسب Q Assuming operation at approximately when atmosphere the standard heat of reaction for the oxidation of ammonia is given below عطاني المعادلة وعطاني heat of reaction شو الفرق ما بينهم واحدة heat of reaction واحدة rate إذا نرجع شنقول heat of reaction is given مضبوط وعندي تفاعل واحد إذا شنو اللي preferable اللي preferable إني أستخدم المثود of heat of reaction ليش تفاعل واحد ونعرف heat of reaction حقه شنسوي نرسم الرسمة يلا الخطوات معايا نرسم الرسمة ونحط ال-inlet وال-outlet كاملين أوكي ونعمل الماس بالانس أنا عملته على الرسمة شلون عملته قال لي total conversion of ammonia إذا total conversion of ammonia المعادلة تقول لي أربعة أمونية تعطيني أربعة أمونية وأنا عندي مئة أمونية وتوتل conversion يعني يطلع عندي مئة أمونية إذا عرفنا من وين جدت المئة الأمونية الأربعة أمونية يطلع لي ستة ووتر إذا المئة أمونية يطلع لي كام مئة وخمسين ووتر كيف نطلع لي استهلك من الأكسجين أربعة أمونية تحتاج خمسة أكسجين المئة أمونية كلها تفاعلت يعني تحتاج كم مئة وخمسة أكسجين وأنا عندي مئتين أكسجين تفاعل منهم مئة وخمسة وعشرين كم يبقى خمسة وسبعين الله يرحم والديكم ما حاج يجي يقول لي هذا وإحنا ما مداخل بالاختبار لا قدامكم شلون نعمل سمبل ماس بلانس أي مسألة ما تنحل إلا إحنا نبدأ بالرسمة وبعدين نعمل خلصنا الآن شما نسوي بنحتاج ال رفرنس نختاره والجدول الآن هيت أوف رأكشن مثل أوكي ليش قلنا أعيد وأزيد وان رأكشن وي نعلم الهيت أوف رأكشن حقه الرفرنس شنو نستخدم الرفرنس الرفرنس نروح إلى المعادلة ونشوف اللي فيها نقول الرفرنس حقي NH3 غاز O2 غاز NO2 NO غاز ووتر فيبر وأجي أحط الجدول الحقي وكتبتهم فوق NH3 غاز O2 غاز NO غاز ووتر فيبر آت 25 ون أتمسفير ليش هذه طريقة الهيت أوف نسوي الجدول عدد المولات اللي داخله الانثال باللي داخل والأن اللي طالع والأتش حقه الواحد من اللي طالعين ليش الأن H3 صفر والO2 صفر الرفرنس حقي 25 نرجع إلى المعادلة دخلوا عند درجة حرارة 25 الأمونيا والأكسجين إذن اثنين هم الانثال بحقتهم صفر نجي الآن إلى H1 H2 H3 شلون نحسبهم H1 إيش هي H1 هي حقة الأكسجين عند درجة حرارة 300 ودرفرنس تأكسجين عند 25 إذن نقدر ناخدها من وين ناخدها من جدول B 8 ووتر عند 300 ودرفرنس 25 إذن ناخدها من جدول B 8 NO مش موجودة مش موجودة في B 8 إذن لازم نشوف لها حل أوكي نجي لهم واحدة واحدة أكسجين غاز عند 300 من تابل B 8 طلعناها NO من وين نجيبها؟ نجيب C P حقها من وين؟ نروح إلى تابل B 2 يدول B 2 وأنا أريد أن أخذها من 25 إلى 300 B 2 أنا أخذت 2 terms أول هم أربعة طبعا يعتمد يعني المفروض أن أخذهم أربعة بس زي ما قلت أنا التيرم الثالث والتيرم الرابع اللي بفقت حقهم قليل وأنا هنا أبغى أوريكم الكونسبت لو طلب منك أربعة ما عندك مشكلة فأنا إيش بسوي؟ أبعمل integration هذه constant أعمل لها integration بضيف لها T هذه هي فيها مضروبة في T أبعمل لها integration أبضيف 2 يعني برفع هاي إلى OS 2 وبقسم على 2 لو كانت سكوير بتصير 2 the power 3 وقسم على 3 هذا إيش عملنا؟ من T2 إلى T1 التعويض 300 ناقص 25 يطلع عندي H2 مباشرة please 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 do it yourself عشان تطمن أنه أنت ما عندك مشكلة حقاة الوتر 300 ودرس بكتلال 25 أقدر أجيبها من table B8 الآن أي مسألة فيها heat of reaction method أحتاج أجيب الزيتة شلون جبنا الزيتة؟ خذلك أي واحد منهم إما من الرياكتنت أو من البرودكت وجيب الدلتة حق عدد المولات اللي داخل واللي طالع واخذ الأبسلوت وقسمها على الاستوكيومتريك حقها أنا أخذت ال NH3 اللي داخل 100 واللي طالع صفر الفرق ما بينهم 100 والاستوكيومتريك حقها في المعادلة 4 إذن الزيتة تطلع 25 المعادلة هذه خلاص مرت علينا ألف مرة ما أعمل غلط فيها الله رحم والديكم زين نيجي بعدين للإنرجي بالنس لأنه إيش يبغى هو قال يبغى Q ما عندي لأنه ما عندي ما عندي كائنتك ولا لأنه ما أعطاني أي معلومات عنها فالQ تساوي إيش تساوي دلتة H والدلتة H بالنقص إذن القيوش طلعت منس 17700 معناته heat must be transfer to or from from ليش لأنها ناقص أوكي this is in order to maintain temperature عند شنو عند 300 زين خلينا نجي نشوف المثال الثاني شفرق ما بينه هنا يقول energy balance of a methane oxidation unit methane is oxidized with air to produce formaldehyde in a continuous reactor a competing reaction is the combustion of methane to form CO2 إذن هنا إش صار عندي الآن ما عندي تفاعل واحد عندي تفاعلين إذا عندي تفاعلين heat of formation is preferable وبنشوف ليش شلون نبدأ نبدأ بال flow chart بعد mass balance بعد mass balance reference بعد reference enthalpy table وبعدين نروح إلى كل واحدة من enthalpy المجاهيل ونجيبها main difference شنو الريفرنس حقي يكون elemental أوكي نشوف flow chart of the process for an assumed basis of 100 ما أعطاني هو basis أنا حطيت basis من عندي 100 وحليت المass balance يعني الله يرحم والديكم تروح do it yourself هدي 25 وهدي 100 وهدي 150 هدول given هدول given reference condition we will choose elemental أوكي عند 25 state which heat of formation are known ليش 25 لأن الجدول الheat of formation محطوطة عند هذه الحرارة فنن reactive باخذها 25 عساس إيش عشان بي 8 هذا الجدول substance حقي عندي 1 2 3 4 5 6 substance اللي داخل واللي طالع اللي داخل 200 oxygen nitrogen وعندي the amounts H1 H2 H3 ما أعرفهم كلهم واللي طالع كلهم أعرفهم والإنثال بحقهم ما أعرفهم I need to calculate now الإنثال بحق كل واحد let's do it 1 by 1 calculating الإنثال بحق CH4 gas 25 إذن شو بتصير هي heat of formation أخذها من table B1 oxygen عند درجة حرارة 100 الoxygen elemental فما في formation إيش راح أخذ راح أخذ الإنثال من table B8 النيتروجين elemental table B8 CH4 لا CH4 I have to form it أول شي عند درجة حرارة 25 بعدين نرفعها إلى 150 فباخذ الformation عند 25 بعدين باخذ الintegration حق الـ CH4 من 25 إلى 150 الـ CP من أجيبها من B2 again زي ما قلت لكم أنا ما أخذ الفرس 2 terms فقط وبعدين عملت الintegration وعملت لكم step by step يعني please do it yourself وبعدين راجع الoxygen elemental إذن B8 النيتروجين elemental إذن B8 HCHO عند 150 ما هو موجود في table B8 ولا هو elemental إذن إذن بسوي أباروح إلى heat of formation حقته عند درجة حلارة 25 بعدين برفعها إلى 150 وبطلع الـ value حق H7 H8 again heat of formation حق CO2 عند 25 وبعدين أرفع هاي إلى 150 ليش هنا ما أخذ integration حق cb من 0 من 25 إلى 150 You can do this and you will get the same answer but since the CO2 is in table B8 والباس حقي أو الرفرنس حقي 25 اللي هي نفسها حق الرفرنس حق table B8 أخذت الـ value من B8 Directly أريح إلي الـ water نفس الكلام عند 150 عندي آخذ الـ formation حق الـ water vapor عند 25 وبعدين أرفعه إلى 150 رفعته إلى 150 طريقة من 2 إما إني أخذ Directly من table B8 أو أقول من 25 إلى 100 بعدين أضيف لها heat of vaporization بعدين من 100 إلى 150 ولكن جدا أسهل إني أخذ من جدول B8 بعدين أعوض القيم أو أحط القيم في الجدول إذا صارت القيم عندي جاهزة المعادلة جاهزة open book ما تحفظ المعادلة ولو إنها معادلة ما تحتاج أصلا حفظ أطلع الـ ويطلع عندي الـ بالناقص وبعدين أكتب الأنرجي بالانس هنا وينقلكت الكاينتك والـ والـ ويطلع عندي إنه 15300 كيلو جول has to be removed from the reactor مع تمنية إليكم بالتوفيق